قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكد عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها هذا الحديث حديث حسن خرجوا الإمام الدرقتني وغيره بهذا اللفظ نرجع لهذا الحديث مرة تانية ونشوف هذه الربعية العجيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها هذا أنا أسميه مربع الوعي الديني إيه مربع الوعي الديني ده؟ مربع الوعي الديني بيقول هناك ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة يبقى ده أول أول ضلع أول ضلع ده المعلوم من الدين بالضرورة اللي هو إيه؟ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها يعني هذه الأشياء لا يمكن أن الواحد يعيش بدونها يبقى القلب الديني والحياة الدينية لا تستطيع أن تعيش بغير هذه الفرائض زي إيه الفرائض دي؟ من الفرائض الصلوات الفرائض الأربعة الصلاة ما يقدرش الواحد يعيش من غيرها الزكاة ما يقدرش الواحد يعيش من غيرها الحج ما حدش يقدر يعيش من غيره الصوم دي فرائض بمعنى إن هي أعمدة أسس قواعد بيديبني عليها حياتنا ولما تتأمل الأربعة دولة مع شهادة أن لا إله إلا الله الخمسة الذين تكون منهم معنى الإسلام تحس إن هم صلب الحياة قواعد الحياة أصول الحياة طيب يبقى الفرائض أول ضلع الفرائض تاني ضلع إيه اللي حاصل؟ الحدود إيه الحدود؟ وشوف الحديث زي الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها فالحدود دي إيه المقصود بيها؟ الحدود دي بيها ما يسمى بمساحة الأمان الديني إن أنت طالما لم تتعدى الحدود فأنت لم تذهب إلى مساحة الخطر الديني زي إيه؟ زي إن الواحد يعيش في الحدود فلا يفعل الأفعال التي فيها شبهات فلا يفعل الأفعال التي فيها تعدي على الأشياء التي لا يجوز التجاوز زي إيه؟ لا يجوز الإنسان يتجاوز القيم فالحدود الأخلاقية حدود زي الأمانة زي إن الواحد يكون صادق فربنا حطلنا حدود وهي حدود القيم يبقى فيه معاني وفيه حدود الحدود دي كلها حدود قيمية أنا في قراءتي وفي فهمي هي ليست حدود أحكام فقط بل حدود قيم يبقى فيه معلوم من الدين بالضرورة وأصول لهذا الدين زي الأصول التلاتة اللي جيبي يمسيدنا جبريل العبادة والعمران والتسكية دي فرائد دي فرض علي أن أعبد الله فرض علي أن أعمر الحياة فرض علي أن أزكي نفسي طيب والحدود هذا الأمر بيحكمني فيه منظومة من القيم منظومة من القيم بتحكمني ما ينفعش أتجاوز هذه القيم ما ينفعش وأنا ببيع ما كنتش أمين زي رسول الله لما حط إيده كده في الطمر فإيه فوجد أن الطمر مبلول للطمر اللي تحت آه هنا حدود اللي بقى الأمانة إننا عرضنا الأمانة آه يبقى الأمانة يبقى الأمانة حاجة من غشنا فليس منه آه هو حدوده الأمانة حد يبقى إذا الإنسان غش خرج عن هذه الحدود يبقى أول حاجة الفرائد دي أصوله قواعد ثم القيم دي حدود بتحد حياة الإنسان ونزاك القيم كوابح تكبح الإنسان من التعدي على مراد الرحمن بتحاول تفارم للإنسان يبقى القيم دي بتعمل إيه تفارم للإنسان طيب إيه تاني الإنسان برة هذه الحدود فيه حرام بيزغل لعين الإنسان فالحرام ده لا أتجاوز الحدود فأقع في الحرام في بقى الضلع الثالث هو إيه الامتناع عن الحرمة يبقى عندنا هو العمل بالفرائد عدم تعد الحدود الامتناع عن الحرام ترجمة نانسي قنقر